السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حباب قلبي عاملين ايه النهاردة وجاء لكم فيديو جديد فيديو روتين يوم الاجازة كلكم عارفين ان احنا بنروح المدرسة يوم وبنقعد في البيت يوم فالنهاردة بقى قررت ان انا اعمل لكم الروتين ده بناء انا اطلبكم طلبتوه مني كتير جدا في الكومنتات وطلبتو مني فيديوهات تانية ان شاء الله كلها اعمل لكم بامر الله بتمنى تحطوا لايك للفيديو وتوصلوا اكبر عدد من لايكات انا الماء الفاتح طلبتو منكم توصلوا فيديو خمس تلاف لايك ودلوقتي خلاص هو عدد الخمس تلاف وصل الست تلاف لايك شكرا لكم وشكرا للمتابعتكم يلا بسرعا نزلوا حطوا لايك للفيديو وشاير وصاب سكرايب للقناة لأول مرة تشوفوا قناتي وفعل الجرس على كل عشان يوصلوا اشعر بكل فيديو جديد جاهزتوهم فطار كده خفيف حبارة عن كيك كنت انا عمل لهم كيك وكمان كوباية من الحليب ملك كانت في الدرس فما حضرتش معنا بقى المقطع ده مرامو مارين بس فحبيت ان احنا نشارككم كده يومنا طلبتوا مني برضو ان انا اعاودهم ان هما يتعاودوا ينظفوا السرع بتاعتهم بعد ما يلبسوا ويروحوا للمدرسة لا عايز اقولكم ان هما بيساعدوني في شغل كتير جدا في البيت هتشوفوا الفيديو ده معايا مليان حاجات هتفرحوا بيها جدا انزلوا حطوا يلا لايك للفيديو وتعالوا نشوف طبعا بقى هما قاعدين مفتروا لازم نشغل التلفزيون ده لازم لاما الموبايل لاما التلفزيون فبس همهم كده مع نفسهم يتفرجوا ويأكلوا وبعد كده بقى عاودهم ان بعد ما يأكلوا يشيروا الاكل بتاعهم ويدخلوا المطبخ هنا بقى ملوكة كانت جانت من الدرس طبعا ما تنسوش ان احنا هنقول في اخر الفيديو اسماء كل حبيبي اللي طلبوا منينا في الفيديو اللي فات هقولكم اسماءكم بازن الله كلكم في الفيديو ده بازن الله هنا بقى غرفة النوم عايز اقول لكم شايفين ببقى دل انها انتوا فقرين بناتي مقدمين لا لا قالص ده اشياء جدا 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 هنا بقى قلت لهم لا تعالوا بقى هتساعدوني وهتنظفوا معايا غرفة النوم لا ومش غرفة النوم بس لا ده انت هتشوفوا بقى يعملوا معايا كمان ان شاء الله في الفيديو هنا كنت غسلة المفارش بتاعت الاستراير اللي كنت شايلها معاكم في الفيديو اللي فات وقلت بقى اشيلها واعينها وعشان بقى يبقى لقضهم بقى القوضة ما فيش حاجة بقى تضايقهم ولا يقول لي لا مش عارفوني تطبق دي ولا مش عارفوني نعمل دي شلت الحاجة اللي تقصني وانتوا بقى اعتمدوا عن السقفين اللي بهدلتو ترجعوه زي مكان اول حاجة كده بدأوا هم يشتغلوا وينظفوا القوضة هسيبكم بقى تتفرغوا عليهم وتشوفوا هم بيعملوا ايه بالفيديو انا معوداهم بقى انهم يرواءوا القوضة بعد منهم بس طبعا ماينفعش يبقوا رايحيني المدرسة وقلهم يلا نظفوا السرير بتاعكم لا مش عارفة عملوا ايه لا انا بخليهم يرتاحوا اليوم خالص بتاع المدرسة كفاء عليهم الوقت اللي بيضوفوا المدرسة انا اللي بنظفوا بعمل هم اليوم اللي قاعدين فيه هم اللي بيضوفوا معايا وبعملوا كل حاجة زي ما هتشوفوا الفيديو بتمنى بقى الفيديو لو عجبكم انزلوا بسرعة يلا حطوا لايك وتعالوا يلا نشوفها نعمل ايه اه هنا بيبدأوا بقى لو اي حاجة هتدخل مطبخ زي اللانشبوكس زي الزمزميات بيدخلوها اه وكمان اه ديات مريم كانت تعطي الله زيتك كده هم بيعملوه من ورق المش عارفة اسمه ايه كامس ولا مش عارفة اسمه ايه اه ومكتوب عليه انا مميز ومش عارف ايه لو الدرس بتاعهم بتاع قولك فمريم بقى حابة تورو لكم قبل واتعينه في الدولاب وينا ملك اي حاجة بقى بتدخلها ازاي زي زي اللانشبوكس بتدخلها هسابكم بقى تتفرغوا معنا على الفيديو ونقول بقى اسماء حبابنا اللي طلوا مني لاني ما شاء الله الكومنتات كتكرت كتيرة جدا ويبعتزل للناس اللي انا مبقولش اسمهم ممكن اكون مسجلة الفيديو او مجازة الفيديو من قبل هم هم هوا يكتبوا يقولوا اسمه فاللي مش هقول اسمه يا ريت يكتب لي في الكومنتات بيقول لي وانا اكتبه اسمه واقول اسمه المرة الجاي اول حاجة معنا يا رقع عيماد بتقول طلعيني والنبي بليز واحد ثانية بتقولك انا بحبك قوي يا طنت ممكن تقولي اسمي انا ملك وزهاري صوت ملك ومريم ومرام ان شاء الله هنزل صوتهم باذن الله هم عاملين فيديوهات بصوتهم بس الفيديوهات تيروتونات دي بتبقى يعني ايه مش مستهلة ان احنا نقعد نقول بصوت لكن ان شاء الله يعملكم فيديوهات بصوتكم بصوتهم باذن الله وفيه فاجآت كتير اليوني جايين باذن الله ومعنا مي منصور ما تزعلش قلت اسمك اهو وجمانة ابراهيم بالانجليزي وسندس وحنين السيد واختها الجانة السيد وهمس ومي ناصر وياسمين وفريدة وريتاج ورانا بدر ونور وجمانة وملك خالد محمود وملك واختها نور وسهيلة وجانة محمد وجانة ايمن وهبة وقناة عالم حور وحبيبة وسامير مسعد وشاهد عبدالغني وروان وشري وسامير وزينب وملك سعيد وملك وشيماء ورق اعماد ونورهان ورينات وريتال وعفة وعندنا اروة والوردة البيضاء يا قلت قولي اسني بس مش لاقي اسمها الحساب بتاع حسم ووردة البيضاء وهيا وباسملة ايمن ومريم صبري وسامة عبدالجليل وسارة محمد الخلدي وميمي حتى ميمي دي بالانجليزي مش عارفة اسمها ايه بقى وجد الحساب بتاع اسمه ميمي ومريم محمد وسارة وحبيبة عبدالرحمن وهدى محمد وجنات ومنا صبري محمد وندا محمد واسراء بدر ورينات مؤمن وجانة سعيد وخديجة واسيل فرحان محمد وكمان معانا هنا والد السبكي بتقول من مصر ونرهان وجنا وارجوان علي وشرق عاطف معاليش بقى ان انا بقول بالاسماء بسرعة بس بجد انا كانت بقى اسماء كترة جدا يعني انا كتبتهم من كتر ما هو ما شاء الله اسماء كتير وانا مش عايز انسى حد معايا كمان سهام قاصم تي حبيبتي بقى ما بتسيب ليش فيديو الا ما بتابع لي ودايما بتسيب لي كومنت وتحطي لي لايك حبيبتي انا مقدرش اننا انساك اوضا ومعايا كمان سامين مسعد وتتة ولمار مصطفى وإيسار وجانة محمد ورضوة وفاطمة محسن وملك وصابرينا واسم ان شاء الله اسم الجميل اوى صابرينا وكمان هناء محمد انا مش عايزة والله انسى حد بس الاسماء كتب كبيرة كتيرة جدا وكمان معانا سندس بتايل قلتها قبل كده ومعايا اسماء كتير ما شاء الله فاللي ما قلتش اسمه النهاردة ياريت ما يدعالش مني بس والله انا قلت اللي اقدر عليه لان ما شاء الله الكومنتات كتير جدا ما تنسوش لوصاب الفيديو ده خمس تلاف لايك مش هقول لكم عشرة لا او ما خمس تلاف لايك عشان تشجعونا نحن سقول لكم حاجات كتيرة جدا بازن الله فلو حابين نحن نكمل في السلسلة دي فلازم تشجعونا وتنزلو كتير وكتير جدا في الكومنتات واللي عايز نقول اسمه الفيديو الجاي ينزل يكتب لي اسمه في الكومنتات وانا اقول اسمائكم كلكم حبايب قلبي هنا بقى خلاص بيفانشوا القوضة بقى وملك بيتمس كتا بالمكنسة كده كنستهالي كلها عايز اقول لكم ان انا معاودهم على كده مش عشان التصفير والله خالص هما انا معاودهم على كده اللي بقدروا عليه في البيت وعارف انهم بيستعدون فيه حتى لو يعني مش بتكون نضافة مليون مية في المية اللي يقدروا عليه كتير خيرهم واحدة واحدة هيتعلموا فحبايب قلبي اللي بتفرجوا علي استعدوا ماما عشان تتبسط منكم وتحب وكمان انا احبكم جدا 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 خلاص كده اهوت ملك خلصت بقى الغرفة فهي بتكملها فان شاء الله بقى هنعملوا كروتينات كتيرة جدا انتو بتحبوها وليلي على افكار الفيديوهات انتو حابين هنعملها لكم باذن الله فمن تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب خلصناش القوضة وقلتلهم يلا بقى تعالوا معايا على غرفة على بقية الشقة مش هسابهم هيكملوا معايا بقية الشقة بس تتعالوا موريكوا بقى الغرفة بعد ما خلصناها والناس اللي طلبت مني روتين في الغرفة حاضر ان شاء الله لما نيجي نعمل بقى اللي هو ندخل اللبس الصيفي ونعين اللبس الصيفي ونطلع الشتوي هوريكوا تعالوا بقى موريكوا الست مريم نيمالي ولا كأن وراه شغل فقلت له يلا امي تعالي لي بقى كده وكمان هوريكوا الست مرام الست مرام يعني بصوا اه هم ادبخوا في التلفزيون في الموبايل بقى اه شو بتفين واقفة متنحة للتلفزيون بقى لا يا بنتي يلا عشان تشوفوا اللي وراي من كتر ما هي تايا راح تنظف كان بتاعة الترابيسة اللي انت ريه قلت له لقى تعايي بقى دخلتهم على النيش قلتهم يلا انتوا نظفوا النيش ومالك تنظف الارضين يا سلام بقى على احساس بقى استعادة وهم قاعدين بينظفوا لي وانا قاعدة طبعا الشقة انا ايدي فيها ومنظفوها هما بس بيلمعوا بيلموا لو في اي فتا فيت اه على الارض اللي انهم كانوا بياكلوا كيك يعني الشغل بسيط جدا بس تاها واحدة واحدة وهيتعلم حباب قلبي بقى اللي بسألوني انا بستخدم ايه الشعر بانيتي انا بستخدم سيرام اي نوع السيرام بدي لمعه حلوة جدا وفيه بخاخة كده برضو اه بجيبها اه حلوة جدا انا بقى حاولنا صوراركم برضو اه ما شاء الله بتخلي الشعر بيلمع ويطري وما فيش فيها يا شام اللي كانت بتقول لي انت بتحكى علينا انت ولدك ايبين من نوم شعرهم السوي بس اقولك على حاجة اه لما بياخدوا شعر قبل ما ينام وكل مثل حالهم شعرهم كويس ولما بيقوموا زي ما هو الله زي ما انتم شفتي والله لا بمثل ولا اه حاجة انا دخلت على مناتي فعلا صراحاتكم قدومكم اكسم بالله العظيم اه كمان اه الناس اللي بتسألني على على موضوع الخط ان اولادي خطهم كويس الحمد لله بالنسبة للملك ومرام ومرهم خطهم كل واحدة بالنسبة لسنها والعمرها سخطها كويس مش هنقول واو بس خطها معقول بالنسبة لسنها ده لاننا عاودتهم لما واحدة منهم بتغلط او بتنزل عن السطر او الحاجات دي بمسح واخلهم يوعدوا تاني بمسح واخلهم يوعدوا تاني الموضوع مش ابتكاس او اي حاجة بس هو عاود طفلك من هو لسه في جيجي ان كل ما يغلط يمسحي وخليه عيد تاني لحد ما يعرف شكل الخط الصح تمام دي بالنسبة للنقطة دي بالنسبة للناس بقى انا عملت الفيديو ده مخصوص للناس اللي بتقولي عاودي ولادك ينظفوا استرارهم قبل ما يقوموا طيب انا الوقت قدامي اا ما شاء الله طلت بنات عشان اقوم وان انا جاهز اللانش بوكس وان انا جاهز لهم فطرهم واشوف اللبسهم وسارع الشعر تلاتة يا جماعة فصعب ان بقعد او الشرف عليهم وقولهم نظفوا واعملوا لا اهم كمان يعني بسحوا من بدري ورايحين قدامهم يوم طويل فعشان كده انا ما بخلهمش يعملوا حاجة اليوم اللي بكون عندهم مدرسة شايفين ماريوما بقى بتلمع انا كتعايزة تشيل بقى اللي هي الحاجات اللي على التراويزة والمفارش والحاجات دي انا قلت لا لا مسحيها بس كده واضط ربيزة وخلاص الاماكن اللي باينة وخلاص وخلتهم برضه ومسحوا الاستراميك اللي هو العرياني اللي باين دوت بالشر شوبة وهنا خلصنا بقى غرفة ااااااا le jakbyntery انت ريه هو ما كانش متبهد القوي بس مكان مكانه بياكله لمعه والترابيزه وكمان خليت ملك جابت بقى المكنسة كده واشتغل بقى في الشقة بالمكنسة لفتت للشقة كلها حتى غرفة النوم بتاعتي خلوه هالف ولا شفتوا البنات بقى وخلفتها يا خليفة البنات يا سعدك يا ناكي سبكوا بقى من شايلة هم من الموات والحاجات دي لأ يا مخليفة البنات يا شايلة استعدوا لهنا طول العمر هما دول هيدخلون الجنة هما اللي ربنا يعني وسع رزقنا عشان هم هما يعني بصوا هما الفرحة بجد البنت بتخطف قلب الام وقلب الاب قبلهم فربنا يبارتلنا فيهم يا رب اللهم امين شايفين ماريم مش عارفة تزبط الشلطة بس سنة ستها تعمل مرة في مرة هتتعلم لكن مرام ما شاء الله عليها بقت شطرة جدا يعني بحب شغل ملك ومرام في شغل البيت لكن ماريم لسه يعني انقطر خيرة برضو ان هي بتشوف اخوتها وبتتعلم منهم وبتعمل زيهم علموا ولادكم ان يعني ما تقصوش عليهم في شغل البيت قوي بس تعلموهم الحاجات ده تنفحهم زي ما بتهتموا بتعلمهم اهتموا كمان بالحاجات اللي هي النظفتهم والحاجات الخاصة بالشغل البيت والحاجات دي عشان دي حاجات تنفحهم محدش ضامن العمر اذا كنا نعيش لهم ولا لا هنا بقى بقى لهم بقى طفوا النور ده بقى كهربة العدية تحارب عليكم فقلنهم جروا على الغرفة عشان يطفوا النور هنا بقى خلاص جات بقى اه حان وقت كتبت الوجبات كنا خلاص كتستاع حوالي يعني كتت حوالي ساعة تنشر الدهر واحدة الدهر طول يلا بقى اكتبوا الوجبات بتاعتكم قبل ما تروحوا الدرس عايزة كل حاجة تكون خلصانة فقعدوا بقى يكتبوا الوجبات كل واحدة بقى عارفة وراها وجبات ايه اطلعتها بس انا بقى اعود اه يعني ملك يعتبر بتعتبر على السازة من طلقة قبل كده كتير جدا وده الموضوع ده لان انا عاودتها من وزاكرا يكون ايه نظام الوجبات شكل كراستك يكون عامل ازاي بعد كده بقى هي اعتمدت على نفسها فده اللي انا بعمله معه مع بنات الصغيرين دلوقتي خاصة ماريم بقعد معاه وبس اطلعه وبعرف شكل كراستك لازم يكون موضوع خطه يبقى جميل كده فهنا بقى مرام بتكتب واجبتها وكمان عندنا ماريم ان شاء الله اه هعود بقى معاها برضو اه اصطلعها وخلص لها كل حاجاتها برضو هي ماريم هنا ايها بدأت بقى ايه تفتح كده كده كراستها وتبدأ بقى ايه تنقل وجبات بتاعتها اه حبيبتي انا مش فاكرا والله اسمي الحساب بتاعها هي تقريبا قناة سألتني هي ماريم اخدت كم كتاب هي واخد كتاب دين وكتاب اكتشف وكتاب رياضة كتاب عربي وكتاب انجليزي خمس كتب يعني سنة اول ابتدائي واخدين خمس كتب لكن مرام زايد عليها كتاب استنادي اللي كنت ورده لكم في روتين اول يوم مدرسة اه كتاب جديد خالص كده اه لسه هنشوف الدنيا ماشية فيه ازاي بازن الله فانا مرام بقى كنت بساعدها في الواجب لان يعني كان في حاجات تقيلة عليها شوية فانا بساعدها فدايما خليكي مع ولادك ما تسيبهمش اه عاوديهم ان انت دايما زي رقيب عليهم مش يخش بقى خش اكتباتكم مع نفسكم لا طبعا لازم يكون اه الام او الاب يكون راكيب علي اولاده الناس اللي سألتني اولادك في مدرسة حكومي ولا مدرسة خاصة يا جماعة والله قلت لكم قبل كده كزا مرة ان اولادي في مدرسة خاصة بس عربي مش انترناشنال تمام اه هنا مرضو ملك بتكتبها بتاعتها فملك دايما عندها في الدرسات يقول لها صوري مسلا صفحة رقم كزا وتقطع منها صور كده وبتلزق زي انشطة حاجة زي كده فبرضو هي بتجهزة وبرضو ما شاء الله بتعتمد يعني هي اللي بتخليها بتنزل تصور بنفسها وهي اللي بتقص زي انتو شايفين وهي اللي بتكتب كل حاجة يعني انا قليل جدا لو مسلا عايز اتصور بكون انا نازلة بس والله ما فيش مشكلة تمام مهم جدا موضوع تنظيم الشرنة لولادنا عاملالهم اللي هي الفايلات اللي انتو شايفينها قدامكم ديت ياتوب كل مادة هي يعني مسلا دي الدراسات موجودة في فايل لوحدة بيكون موضوع ده مساء العاجلة طبعا الورقة بقى المؤسس الحاجات ده هاخدهم معايا ولقيت مرام بتندها علي روح عالميا في زبال اتمرهم مرام بتندها علي ان محتاجاني انها سعيدة خلاص ملك كده في اخر واجب وبتخلص على طول وعشان بقى خلاص بقى هيتغدهم لان مرام ومريم كان عندهم درس فكان لازم ان انا الحق اغديهم بس الاسف حطت لهم الاكل ومرضو الشاكله فملك هي بس اللي اتغدت بيجي هتشوفوا معايا غدتهم النهاردة خلاص كده مساعدت بساعد مريم في مرام واخد بقى الحاجات بتاعتي الورقة والمؤس وهاخرج من الغرفة واروح اجهز لهم بقى الحاجات الغداء برضو وبسط على مريم لقيتها بتكتب برضو الوجب بتاعتها وهينا ملك برضو جهز وخلاص بقى بتجهز الجدول بتاعها فالمادة اللي مش عليها بتشلها وتحطها في الدرج بتاع المكتب بتاعها ويعني وهي بتحضر الجدول بتاعها بعد كنوع من الطرفية بس بملك تقعد كده تمسك الموبايل بتاعها تكلم صاحبها كانت قاعدة تتكلم معي على موضوع اللي هو مقاطعة فرنسا لازم طبعا ان احنا نعمل مقاطعة لفرنسا لانهم يعانوا رسولنا اهώνوا صلى الله عليه وسلم وكده خلاص وات البنات رايحين درسهم وهواريكو بقى انا جهزت الغدى بس الملك لان مرامو مريم ملحقوش فقالوا ما هنتغدى لما يجي عملت لهم هنا كنت عاملين لهم فراخ وكمان عاملين لهم مقارون اسباكيت بيحبوها جدا وكنت عاملة برضو بطاطس ورز بس هما قالوا اللي احنا هنأكل مقارون اسباكيت بيحبوها جدا خلص الفيديو بتاعنا نخلص على كده دمتم فرعاية الله